في إطالة تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم حيث جاء في مقابلته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على الإنجيل وقال إن الإنجيل واحد فقط وقال إن بولوس الرسول كان يمتلئ حماسا عندما تكلم على الإنجيل والبشارة به كان الإنجيل له كل شيء وكان مدركا أن الله أفرزه لتبليغ الإنجيل إلى الجميع فكرس نفسه بكل قوته لهذه الرسالة بالنسبة له الإنجيل هو ما يعظ به هو الإعلان الأول هو إعلان موت وقيامة يسوع من بين الأموات ينبوعا للخلاص الإنجيل هو تحقيق للوعود وهو الخلاص الممنوح لكل البشر من قبله تصالح مع الله وقبله الله ابنا حقيقيا ونال مراث الحياة الأبدية ولم يقدر بولوس الرسول أن يفهم تصرف أهل غلاطيا بعد النعمة الكبرى التي نالوها فحذرهم بشدة لأن الوعظ الذي جاء به الوعاظ الجدد لهم لا يمكن أن يكون الإنجيل بل هو إعلان يشوه الإنجيل الحقيقي لأنه يحول دون الوصول إلى الحرية المكتسبة بالإيمان وأعلن بولوس لهم أن الإنجيل واحد فقط ولا يمكن أن يوجد إنجيل آخر في الحديث عن الإنجيل بولوس لا يفاوض ولا يسمح بالتنازلات ونحن كذلك إذا تحدثنا عن الإنجيل لا يمكن أن نقبل أي تنازل لأن الإيمان بالإنجيل هو الإيمان بيسوع المسيح والإيمان بيسوع المسيح ليس سلعة للمساومة